مرض نفسي يغير حياتها أسمى شريف منير تكشف التفاصيل تصدر اسم أسمى شريف منير قوائم البحث عبر جوجل بعد إعلانها الصريح عن معاناتها من مرض نفسي تسبب في تغييرات ملحوظة في حياتها بما في ذلك زيادة وزنها اللافتة والتي ظهرت بوضوح خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي وقد ردت أسمى على الجدل المثار حول أسباب زيادة وزنها موضحة أنها تتناول أدوية لمعالجة نوبات الهلع التي تعاني منها بشكل متكرر حيث صرحت قائلة بسبب إصابتي بنوبات هلع كنت أجلس في البيت غير قادرة على الخروج بسبب الخوف وعندما بدأت بتناول الدواء كان من آثاره الجانبية زيادة الوزن ما هي نوبات الهلع؟ نوبات الهلع هي حالة مؤقتة من القلق الشديد تسبب شعورا جسديا مفاجئا بالخوف الشديد وتشمل أعراضها خفقان القلب وضيق التنفس والشعور بالدوار والارتعاش وتوتر العضلات وتحدث نوبات الهلع بشكل مفاجئ وغير متوقع دون أن تكون مرتبطة بوجود تهديد خارجي تتراوح مدة نوبات الهلع عادة من بضع دقائق إلى نحو نصف ساعة ولكن قد يستمر تأثيرها الجسدي والنفسي لبضع ساعات يشار إلى أن هذه الحالة شائعة حيث يعاني منها ما يصل إلى 35% من الناس في مرحلة ما من حياتهم ويعرف أحيانا بنوبة الهلع بمصطلح نوبة قلق في حال عدم الحصول على العلاج المناسب يمكن أن تؤدي نوبات الهلع المتكررة والمطولة إلى إعاقة كبيرة في حياة الشخص حيث قد يفضل الشخص تجنب مواقف متعددة كالبقاء وحيدا أو مغادرة المنزل خوفا من التعرض لنوبة جديدة أعراض نوبات الهلع تشمل أعراض نوبات الهلع ما يلي اليقظة الزائدة تجاه الخطر والشعور بالتوتر البدني أفكار قلق غير منطقية شعور قوي بالخوف من فقدان السيطرة أو الموت الشعور بالدوار والوخز والقشعريرة خصوصا في الذراعين واليدين الارتعاش أو التعرق أو الهبات الساخنة تسارع ضربات القلب والشعور بضيق في الصدر صعوبة في التنفس وغثيان أو اضطراب في البطن جفاف الفم الشعور بعدم الواقعية والانفصال عن البيئة المحيطة تجدر الإشارة إلى أن نوبات الهلع حالة تحتاج إلى متابعة طبية حيث يمكن تخفيفها عبر العلاج النفسي والأدوية الموصوفة من قبل الأطباء